خلصت الجولة قبل التوقف أحداث كثيرة مباريات ومهمة وتغير كذا بسيط في المراكز نتائج غير متوقعة ونتائج كانت متوقعة ومباراة كانت مثيرة جدا بين الاتحاد والأهلي على اعتبار قوة الديربي على اعتبار غياب الديربي في الموسم الماضي على اعتبار عودة الأهلي للمنافسة على اعتبار أيضا التيفو اللي حطوه الاتحاديين في المدرج طبعا هذا التيفو الحين هو الحين الجدل عند الاتحادين في ناس يحطون المشكلة الخسارة في المباراة في هاتتيفو مع أنه فيه اعلاميين ما حد انتقد الموضوع قبل المباراة بس ألف اللي ينتظر زيل بلانتيات دائما الحارس في ضربات الترجيع مثال جميل بالنسبة لي اللي ينط كلها يمين ونجات معه ولا ينط كلها يسار ونجات معه يختار زاوية وينط عليه في بعض الناس ما علقت إلا بعد ما خسر الاتحاد وترى التيفو ما فيه يعني شتيمة ولا فيها يسا فيها مناكفات رياضية في حدود الملعب يعني كانت في حدود الحدث الرياضي استفزازي إلى حد ما ولكن هذا سبب خسارة الاتحاد ولو في أحد كان يعترض قبل بالاتحادية القصد قبل ما النتيجة تنتهي ولو انتهت النتيجة كان هذا التيفو صار تيفو التاريخي في مباراة الديربي مباراة كانت مثيرة بكل أحداثها بكل تفاصيلها بإصابة كيسي والهدف الذي سجل إصراره على أكمال المباراة الأهداف الملغية روعة الحارس اللي كان بالنسبة للهلوين أزمة مندي أحداث يعني كانت سهرة بكل تفاصيلها ولا زلنا عايشين على أحداثها وتفاصيلها واليوم عندنا طبعا فقرة الجولة نبدأها ببانوراما بانوراما الجولة الأخيرة مع بدر